ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان مع فريق منظمة كير العالمية خطة المنظمة الجديدة للتدخل الإنساني في المحافظة وأشهد المحافظ شمسان بالإسامات الفاعلة والجهود التي تبذلها منظمة كير في تنفيذ عدد من المشاريع في عدة مجالات وأبرزها النظافة ورفع المخلفات والصحة والصرف الصحي مؤكدا أن المنظمات الفاعلة تعد شريك للسلطة المحلية في خدمة المواطن وخصوصا في أوقات الحروب واستعرض مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة نبيل جامل تدخلات منظمة كير خلال الفترة الماضية وإسهاماتها في إنقاذ مشاريع مهمة ومن أبرزها الاتفاقية الأخيرة في قطاع الصرف الصحي والنتائج المتوقعة والتي ستنعكس على مديريات تعز وكذلك على الجانب الصحي من جهته استعرض ممثل منظمة كير العالمية انشطة المنظمة وتدخلاتها خلال الأعوام من 2015 وحتى العام المنصر من 2019 والمشاريع المتوقعة تدخل بها للعام 2020 وخاصة مشروع الصرف الصحي في مديرية الشمايتين